اشتركوا في القناة 22 ألف معاملة إضافة فرد خلال شهر أيلول الماضي وسيتم واعتبارا من يوم الغد الأربعاء إن شاء الله استلام معاملة نقل العائلة من مركز إلى آخر وايضا استلام معاملة نقل الزوجة من بيت الأهل إلى بيت الزوج وايضا الاستمرار في استلام معاملات رفاء الحجب عن الأفراد والعوائل التي تعود من السفر وايضا معاملات تصحيح الأسماء وحجب الأفراد المسافرين الخارج القطر هل هناك شكبات عليكم في حال الدم المباشرة بالنقل أو الشطر؟ نحن تم وضع جدول المراجعة وحسب المراكز التمويني وحسب المناطق نرجو من إخواننا الكرام المواطنين الالتزام بجدول المراجعة المشهور على صفحة الفرح حتى لا يكون هناك زخم أو ازدحام عند المراجعة المستمسكات المطلوبة دائما؟ المستمسكات المطلوبة دائما هي هوية ربو الأسرة في حالة النقل وتأييد السكن والبطاقة السكن الخضراء للمنطقة الجديدة وبطاقة التمويني للعائلة ترجمة نانسي قنقر